معي من الموصل مراسل الأخبار الآن لؤي أمين لؤي مسأل خير طبعا تبعت هذا الموضوع عن الأنفاق التي اكتشفت والتي يستخدمها داعش بالتطورات بشكل عام غير هذه الأنفاق التي يلجأ إليها بعد خساراته في الموصل لؤي يبدو أن لؤي لا يسمعوني ربما بالإمكان العودة إليه في سياق هذه الساعة للوقوف طبعا على آخر تطورات المعركة في العراق مع القوات العراقية ضد داعش نعود الآن إلى الموضوع السوري وملف البادية السورية وما الذي يحدث في البادية السورية نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع سياة العميد الركن أسعد الزعبي الذي ينضم إلينا من الرياض عبر أقمار صناعية المحل العسكري ورئيس الوفد المفاوض في جنف سابقا مساء الخير أهلا بك معنا سياة العميد إذن هي اليوم حرب نفوذ هذه التي تحدث في البادية السورية بسم الله الرحمن الرحيم لا شك من يراقع أن كثب بشكل دقيق الموقع في البادية السورية الممتدة من جنوب شرق حمص جنوب شرق تدمر جنوب غربي دير الزور وصولا إلى الحدود السورية الأردنية وكذلك التقاطع والمثلث السوري الأردني العراقي يشاهد منظر لأول مرة تشهده هذه الصحراء هناك قوات كثيرة من الجانبين القوات الأولى التي تقاطع على المحور الأول من شرق السويداء باتجاه أم السلاسل خربة عواد وصولا إلى سد الزلف إلى هلبة والمحور الثاني من منطقة القلمون الشرقي من جبل رماح ومنطقة مكحول باتجاه سبع بيار باتجاه مقهى الشحيمي في محاولة للوصول إلى التنف والمحور الثالث أذي قاتل من منطقة شرق القريتين باتجاه جنوب شرقي باتجاه منطقة مناجم الفوسفات في خنيفيس وصولا إلى العليانية وأيضا وصولا إلى مناطق قريبة من معبر التنف يعلم تماما أهمية هذه المنطقة والحشود الكثيفة التي الموجودة في هذه المنطقة من أجل وبتالي الهدف الغالي الثمين الذي يطمح الجميع للوصول إليه ألا وهو السيطرة على الطرقات البرية التي تربط ما بين بغداد ودمشق ما بين بغداد وتدمر ودمشق ما بين بغداد وتدمر وحمص هذه الطرق البرية التي منفك النظام والنظام الإيراني يستخدمون أو يقومون بنقل العتاد والقوة البشرية على هذه الطرق منذ بداية الثورة إذن يحاول الجميع السيطرة على بعد أن حررها الجيش الحر من قبض الداعش التي كانت بدورها تقوم بحماية هذه الطرق طبعا مقابل أجر من النظام أو مقابل يعني عطاءات من النظام اليوم هناك شيء جديد في هذه المنطقة وهو التهديد الأمريكي الذي ظهر على شكل منشورات تم إلقاهها في مناطق قريبا من مناطق التنف على بعد حوالي 55 كمتر من مقهة شحيمي هناك وسط قوات النظام بعد أن تجاوزت هل ستغير هذه المنشورات تحذر القوات الأسد والميليشيات الإيرانية هل ستغير شيئا على الأرض وما التصعيد الذي يمكن أن نشهده بعد هذه المنشورات أعتقد هذه المنشورات التي جاءت بعد الغارة الخجولة التي نفذت أول أمس على مناطق قريبة من سد الزلف أعتقد هذه المنشورات لن تغير شيء في الإصرار الإيراني وإصرار حزب الله والنظام على متابعة التقدم باتجاه التنف وأعتقد من لديه القوة الكافية لقطع الطريق على هؤلاء لا يستخدم المنشورات كان المفترض حقيقة توجيه ضربات نارية كثيفة لهذه القوات وأعتقد هي مناطق مكشوفة وبالتالي الطيران الذي يريد قصف هذه الهداف لا يبحث عن أعداثيات لا يحتاج إلى كثير من الآليات من أجل كشفها وبالتالي ممكن تدميرها بأبسط الطرق وبأسرع الطرق لكن أعتقد أن ألا تعني بأنه ممكن أن تصل مرحلة إلى أكثر من منشورات أختي الكريمة قبل أول أمس كانت هناك غارة على أطراف سد الزلف حيث تتواجد قوات عراقية وكذلك هناك غارة أيضا بالقرب من حاجز الزازة الذي يتوضع على الطريق ما بين مقهى شحيمي وسبع بيار ومقهى شحيمي ومنطق تخنيفيس ورغم ذلك استمرت تقدم بعد هذه الغارة مباشرة كان هناك تقدم كثيف للقوات العراقية خاصة قوات كتاب سيد الشهداء وكذلك مجموعة من القوات الأخرى أعتقد لو كانت هذه الغارة قوية لو كانت هذه الغارة أثرة وصلت إلى مرحلة الردع لم استطاعت هذه القوات التقدم وبالتالي عندما نتحدث عن منشورات أعتقد هذه المنشورات لا تغير شيء في الموضوع هناك قوات أمريكية مع قوات الثورة السورية متواجدين بالقرب من معبر التنف جنوبا وجنو وشنالا لكن رغم ذلك التقدم من نسبة القوات العراقية من نسبة القوات الإيرانية من نسبة للحشد الشعبي الذي بدأ يتدخل من مناطق الضمير ومناطق السين بالتجاه شر أعتقد أصبح أكثر بكثير من أنه يتعرض أو يستطيع أو يتماثل لقضايا التهديد بالمنشورات طيب سيد العميد كيف ممكن أن تؤثر هكذا جبهة ليست بالسهلة نتحدث عن أكثر من دولة نتحدث عن مثلث هذا سوري الأردن العراقي في جبهات أخرى مثلا هناك أهمية لقوات سوريا ديمقراطية والجهود هناك لتحرير الرقة أختي الكريمة الوضع في سوريا بات واضحا تماما هناك سباق دولي من أجل السيطرة على مواضع أكثر لتنفيذ مآرب أو مصالح خاصة بالدول الكبرى روسيا لها مصلحة بالوصول إلى الرقة � schedule ومصالحة الأمور والأداة إما أن تكون أداة تنظيم قسد الإرهابي أو أداة نظام الميليشيات والطايف miners تقاتل مع النظام حاولت تقدم من منطقة السخنة الشرقية تدمر باتجاه الشمال باتجاه الرقة كما حاولت أن تقدم من منطقة مسكنة ومطار جبل جراح باتجاه الجنوب الشرقي باتجاه الطبقة والرقة لكن أيضا هناك مصالح أميركية أيضا في منع تقدم قوات إيرانية من أراضي عراقية من المنطقة البعاج أو من مناطق أخرى غارب الموصل والتجارة السورية المصالح الدولية تضاربت هذه المصالح وأيضا هناك مصالح أخرى ألا وهي الكسب الكبير من الأرض الجغرافية بمعنى النظام يحاول الكسب الأرض الجغرافية هذه المصالح في هذه المفاوضات المتوقعة الأمريكية الروسية والتي يحكى بأن سيكون جزء منها إبعاد إيران هل ممكن هذا؟ باعتبار أن اللاعبين الأكبر في هذه المنطقة هي روسيا وأمريكا لا بد من البحث عن مصالح مشتركة بينهما وبالتالي أعتقد أن هناك مفاضلة بالنسبة للجانب الروسي هل تحتفظ بإيران كصديق في المنطقة وحليف بعد أن تخلى عنه حلفاء أوروبا الشرقية أو ربما تتخلى عن إيران وتقبل بمصالح بغرب سوريا بمقابل أن تترك مصالح لأمريكا وتحجب دخول إيران باتجاه سوريا أعتقد أن روسيا موضوع ما بين أمرين أحلام ومره لا هذا الخيار بالنسبة لها سيرضيها ولا الخيار الثاني أيضا سيرضيها لأن سيطرة أمريكا على الجانب الشرقي أو المنطقة الشرقية من سوريا سيحرم روسيا أيضا من ثروات النفط والغاز والقمح والقطن الموجودة في الشرق البلاد أنا أشكرك جزيلا سيادة العميد الركن أسعد الزعب المحل العسكري ورئيس الوفد المفاوض في جنف سابقا على هذه المشاركة معنا من الرياض